هذا ويشهد تعاون العسكري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تناميا كبيرا في ظل توجيهات الحكيمة لإقادة كل البلدين الشقيقين نعم وذلك سعيا للتطوير المستمر ورفع مستويات الجهزية لمختلف الأجهزة الأمنية وتحقيق التكامل الأمني والعسكري المشترك حفاظا على الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين تحقيقا لأسمى معاني التآخي والتعاضد البحريني الإماراتي وتأكيدا على ما يجمع البلدين من مبادئ وقيم نبيلة وأهداف ومصير مشترك تنام التعاون العسكري والأمني البحريني الإماراتي بتوجيهات مستمرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات حتى بات يمثل أحد المرتكازات الوثيقة القائمة في علاقات الشراكة والتكامل بين البلدين على أسس من المبادئ والاحترام المتبادل لقيم العقيدة العسكرية الوطنية الراسخة والتي تهدف إلى الدفاع عن أمن واستقرار البلدين وتحقيقا لرؤى وتطلعات قيادة البلدين الشقيقين ارتبطت كل من القوات المسلحة في كل البلدين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية المشتركة تتعلق بالتعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات العسكرية والتدريب والالتزام بإجراء سلسلة من التمارين التعبوية المشتركة بصورة سنوية وذلك بهدف تعزيز القدرات الدفاعية القتالية والتقنية ورفع الاستعدادات اللوجستية للقوات العسكرية في كل البلدين التمارين المشتركة بين البلدين عملت على إظهار الجهزية والكفاءة القتالية الميدانية والقدرة على العمل وفق فرضيات وسيناريوهات واقعية تحاكي التهديدات المحتملة وذلك حفاظا على أمن واستقرار البلدين الشقيقين إذ يعد هذا التشارك انتقالا استراتيجيا نوعيا في طبيعة التكامل العسكري والأمن السيبراني والاستخباراتي ورفع مستوى التنسيق في تنفيذ التدريبات المشتركة لمختلف العمليات العسكرية عبر تعاون جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية في كل البلدين